هنعمل ايه في كاس التفاقي؟ هنكمل هنكمل؟ هنكمل فرصنا ايه؟ شوف انت تحسابها كده على اربع منتخبات تؤال اي مصر السنغال الجزائر المغرب اه ففرصك زي كل فرصهم 25% اما تقسم المية في المية على الاربع دول تبقى 25% حتى انا محطتش كودفور البلد المستضيف اي مش احساسي ان هم في احسن حالاتهم يعني اه لكن بعتقد انه هي متقسمة على المصر السنغال الجزائر المغرب ده توقع يعني طيب لو طلبت منك تشكيل المنتخب اللي ممكن تتوقع انه لعب براك الغد احمد شناوي محمد هاني شناوي احمد هاني احمد فتوح احمد فتوح بقولك اللي هلعب بالراجل يعني اي اللي عندنا لو انا هلعب محمد حمدي اه هيلعب سردبكين احمد حجازي محمد عبد المنعم حجازي عبد المنعم هيلعب بالنني وبمرغان عطية وبزيزو وصلاح ومصطفى محمد وتريزي جي تقريبا كده شايف انه اه احسين الشحات الظلم في عدم اختياره فيها زي البطولة بس وجهة النظر الفنية دي انا ما بكلمش فيها احسين الشحات احسن لعيف في مصر السنة اللي فاتت ولعب مؤثر جدا مع النادي الاهلي اه لكن هو الراجل مدرب شايف دي احتياجاته فحلص مش هنحاسبه غير في الاخر لحن دلوقتي كلنا بنسانة فيتوريا واختياراته واللي هو هيلعب بي انا قلتلك انا كان نفسي محمد حمدي مش فتوح واغالبا هيلعب بفتوح يعني فاحنا مسندين حتى النهاية انا بحب حسين الشحات ولما يشوفه موجود مع النادي الاهلي بقى بحاس الاهلي هيجيب جنفه اي وقت كوكا ولا محمد شريف احمد حسن كوكا ولا شريف اختيار صعب اختيار صعب جدا يعني يمكن هو الراجل بيميل شوية للمحترفين في اوروبا جايز يعني بس انا حتى سألت على شريف قبل اختيارات المنتخب قالولي الراجل المتابعه ومعجب جدا بيه وعنده فرصة كبيرة ان يكون موجود هي كاتل مفضلة ما بين وابين كهربا كاتل مفضلة ما بين شريف وكهربا وكاتكفت شريف ارجح لحد اللحظات الاخيرة حسب ما انا عرفت او فهمت ولكنه الكهربا اللي عملوا مع النادي والنجاحات اللي عملها في السوبر كمان قاوت من فرصة البعض بيتهم كابتن حزم امان بانه بتدخل في اقتياف في طريق هذا الاتهام انا واجهته وانا في اتحاد الكرة زي حزم امان بالزبط من الاهل وده زمان نفس القصة ونفس الحدود او كنت بغير المسابقات وبأجل المباريات ومش عارف ايه اقول لك حاجة لطيفة جدا فوتشر وانت عارف كلاس او ان انا سايب فيوتشر من زمن الزمن يعني يقول لك بص شبير وده امر كمان فيوتشر يا اخوان انا بقى لي اختر بس انا سايب فيوتشر تفضل تقولي الناس للأسف ما بيصدقوش يعني حزم امام مشرف على المنتخب حزم امام شخصية جايدة جدا محترمة جدا 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 وانا متأكد انه حزم لا يتدخل الا في الحاجة الكويسة مش الشر خالص يعني مش بتاع يعني اصلا حزم كمان مش بتاع لقطة اه مش تعبروا بجاندة لا خبير كمان حزم شواء لا بني ادم محترم يعني اه لا بني ادم من المحترمين تحب تشغل معهم تتعابل معهم يعني كان مريحني جدا على ترابيزة مجلس الادارة ايه رأيك في اداء اتحاد الكرة مش مبسوط نعني مش انا مش مبسوط من اداء الانتحاد ترددت اللحظة ما كنتش نوي مش عايز اقول لفظه اصعب شوية شك فيه مستقبل صنعت الكرة في مصر بالشكل ده لا 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 محدش محدش يفكر في المستقبل ومحدش بيخطط المستقبل محدش بيتكلم على الاستثمار محدش بيتكلم انت ازاي تستفيد من اجواء كتيرة جدا تستفيد من بنية تحتها موجودة في مصر شوف طريقة اختيار مدريب المنتخبات مثلا الدوريات اللي معمولة تحت السن الصغير الملاعب اللي موجودة مشاكل اللي موجودة للحكام يعني لا مش لا انا مش مش دال في دماغي مش ده احلامي خالص هل اللي موجودين فيه مقصرين لكن قادرين ولا دي قدرات لا مقصرين لانهم غير قادرين مقصرين لانهم غير مش كلهم في بعض الافراد كويسين عشان يكونوا امين يعني في بعض الافراد كويسين بس تعرف انت بتبقى محكوم بالمنظومة كلها لكنهم هم يعني حتى اللي هم عندهم مش قادرين مش هو كابتان ومصر ممكن يطلع لعبين جيدين لمستقبل مصر وللسؤال اللي بعدي موسيقى موسيقى شكرا